التفاعلات في النظم البيئية الأراضي الرطبة النظام البيئي للأراضي الرطبة عبارة عن مساحة من الأرض مغطاة بالمياه لجزء من أو طوال العام يمكن أن تحتوي الأراضي الرطبة على مياه عذبة أو مياه مالحة وغالبا ما توجد في المناطق المنخفضة بالقرب من البحيرات والأنهار أو في المناطق الساحلية المياه غالبا ما تكون التربة المغطاة في الأراضي الرطبة غنية بالمعادن التي تساعد على دعم مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات مجموعات الحيوانات تتفاعل الكائنات الحية داخل كل مجموعة وتتكاثر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطيور يمكن العثور عليها في الأراضي الرطبة التي توفر لهم الطعام مكانا آمنا تكاثر ومكانا للراحة أثناء الهجرة تجذب الأراضي الرطبة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الضفادع والبرمائيات الأخرى اعتمادا على الماء للتكاثر ستجد أيضا مجموعة متنوعة من الزواحف مثل السلاحف التماسيح والسحالي والثعابي والأراضي الرطبة هي موطن لمجموعة متنوعة يزن حيوان الأيل العملاق من الثديات المختلفة في المياه الضحلة بحثا عن الطعام وهناك قنادس كويبوس وكايبراس أيضا تحت الماء ستجد وفرة من الأسماك ستجدها خارج الماء أيضا حيث تتغير كمية المياه في الأراضي الرطبة من موسم إلى موسم يمكن أن يتغير نوع وتنوع الكائنات الحية عندما تكون الأراضي الرطبة في أكثر النباتات جفافا وعادة ما يكون هناك عدد أقل من الحيوانات في موسم الأمطار تنمو النباتات مرة أخرى ويزيد التنوع الحيواني أيضا وهناك تنوع غني من الحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى أيضا إعداد الطالب إياد حسن أحمد بشرف الأستاذ مالك ميليباري